أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية أطلقت أربعة صواريخ باليستية باتجاه حرد ومثلث عاهم بمحافظة حجة وقال التحالف أن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي مشددا على أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي كما تعهد التحالف أيضا باتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني هذا وأعلن الجيش اليمني أسيطرة على مواقع جديدة غربي تعز وطرد الميليشيات منها كما صد بمساندة من المقاومة الشعبية هجوما للميليشيا الحوثية شرق اللجمة في الجبهة الجنوبية لمأرب وألحق بها خسائر في العناصر والآليات كما شنت قوات الجيش هجوما مضادا تجاه تبت الشهيد في ذات الجبهة فيما شن طيران التحالف عددا من الغارات التي استهدفت تجمعات وآليات حوثية على طول مسرح العمليات القتالية في الجبهة الجنوبية لمأرب ما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الحوثية وتدمير عدد من الآليات قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث في الرياض مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت جهود وقف انتهاكات جماعة الحوثي بحق اليمنيين اشتركوا في القناة